الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدين ومتابعين الكرام في كل مكان نجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب من جديد حيث اعلنت في هذه اللحظات انطلاقة الشوط السادس للأبكار اللقاية المهجنات انطلقت هذه الشعارات وهذه الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس ترحيبنا بكل الشعارات وكل الأسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا المهرجان الغالي مباشرة مع المركز الأول لأتابع غلا عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بن منصوري مقدما لشعاره ومقدما غلا بنما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات احضرت شهب سلطان بن حمد بن حمد العويسي هو الحاضر في هذه اللحظات المركز الثالث القادم والحاضر سلام عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة الاكتبيه هو القادم بينما المركز الرابع القدوم الحضور احضرت الشبابية جمال بن راشد بن كاسب الامسافري هو القادم في هذه اللحظات المركز الخامس اتابع القادمة في هذه اللحظات والحاضر نجود الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ هو القادم في هذه اللحظات انتقل الى المركز السادس ليتابع الانضمام ليتابع التدخل في هذه اللحظات خيارة هي القادمة احمد بن سيف المهيري هو الحاضر في هذه اللحظات المركز السابع اتابع خلاب سالم بن سعيد بن انبارك بن سلطان الاكتبيه هو القادم بينما الحضور والوصول وصلت مع المركز الثامن ليتابع هذه الشعارات ليتابع هذه الاسماء احضرت وتقدمت القادمة حض في هذه اللحظات محمد بن احمد بن فلاح المنصوري هو القادم بينما المركز التاسع القادمة والحاضرة احضرت نجود تقدمت نجود الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ هو القادم والمركز العاشر ياهي من شعارات قادمة لتتقدم في هذه اللحظات اليازي سالم بن راشد بن نايع الاغفلي هكذا يا من تتابع النتيجة للعشرة النجوم للعشرة العمالق اعود 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 الى الصدارة والى مقدمة الشهوط حيث التحدي حيث الانطلاق في هذه اللحظات من تنطلق وتندفع شهوب سلطان بن احمد بن حمد العويسي مقدما لشعار يحتل المركز الاول يحتل الصدارة في هذه اللحظات القادمة غلا غلا هي القادمة عامر بن مصبح بن عامر بن حوير بالمنصوري مع المركز الثاني بينما المركز الثالث القادمة عجيبة هي القادمة عبد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبية هو الحاضر بدأت المعركة بدأ الصراع اشتدت المعركة في هذه اللحظات المركز الرابع مرحبوا مرحبا بالقادمة مرحبا بالحاضرة احضرت في هذه اللحظات بنشا مفلح بن حمود بن مطرق الحمر الابنوي يقدم بلشا في هذه اللحظات وصلكم بعناد يقدم لنا شعار في هذه اللحظات المركز الخامس القادمة والحاضرة وتابع القدوم والحضور احضرت فراسة انبارك بن عامر بن علي بن عبدالله الحبسي هو القادمة ياهي من معركة يا اخوان ياهو من تحدي بينما القادمة في هذه اللحظات احضرت دلائل احمد بن خليفة بن هامل الغيث القباسي ياهي من معركة اعود للصدارة اعود الى مقدمة الشاط والى المركز الاول ما زالت في هذه اللحظات شهوب مع الصدارة شهوب وسلطان بن احمد بن حمد العويسي هو القادم ولكن غلاء عامر بن مصبح بن عامر المنصوري ووصلت بلشة ووصلت بلشة بشعارك يا ابو عناد مفلح بن حمود الابلوي يقدم لنا شعار في هذه اللحظات وايضا القادمة دلائل هي القادمة احمد بن خليفة القباسي بدأ الصراع بدأ التحدي ما بين بلشة ما بين الابلوي ما بين البلوي اللحظات الأخيرة روح يا ابو عناد روح روح يا ابو عناد روح عن بلشة والقباسي خطير ولكن بلشة مفلح بن حمود البلوي يقدم بلشة والكباسي مع شعار يقدم دلائل لأحمد من الخليفة القباسي ولكن بلشه دلايل ولكن أهل الإنجازات أهل التاريخ أهل السجلات أهل البطولات مع بلشه بالإنجازات بالبطولات بالتاريخ بالسجلات يا أخواني والله إنجازاتها حديدة إنجازاتها وبطولاتها حديدة مشكور يا محمد يا ابن حمود يالبلوي من قدم بنشا بالسجلات بنشا بالانجازات سلامي يا فالح بن حمود الابلوي يا مفلح يا ابن حمود يالبلوي سلامي لأبناء حمود تهانين والنموس بلشا 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 أبلشة الجميع تهانينا والسلام الى تبوك الورد تهانينا والناموس لمالك بلشه مفلح بن حمود اللي بيوي مركز الثاني اوصلت دلايل احمد بن خليفة بن هامل القباسي المركز الثالث اوصلت العيدهية سعيد بن علي بن عبيد بالرشيد الكتبي والمركز الرابع اوصلت مع المركز الرابع متابعين الكرام العاصمة حاتم بن سعيد بن محمد بن مهية الكثيري والمركز الخامس اوصلت مع المركز الخامس متابعين الكرام نوف راشد بن خليفة بن سعيد بن عنتر الاغفلي اذا بالشت الانجازات بالشت مفلح بن حمود الابنوي والتوقيت الافضل الله يا ابو حنات على هذا سبع دقائق عشرين ثانية سبعة يجزاء من الثانية بينما المركز الثاني كانت دلايل احمد بن خليفة بن هامل الغيث القباسي وتوقيته الزمني سبع دقائق واحدة وعشرين ثانية سبعة يجزاء من الثانية المركز الثالث اوصلت العيدهية مع المركز الثالث سعيد بن علي بن عبيد بالرشيد الكتبي والتوقيته الزمني سبع دقائق ثانية وعشرين ثانية جزء وحيد من الثانية تانين والناموس للجميع بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفظ الكريم مشاهدين الأعزاء